اشتركوا في القناة برنامجكم برنامج استعراط حالة شفاء من المملكة المغربية برنامج اللي تعودتوا له واللي من خلاله كنستعرضوا لكم الحالات لكتجن مجموعة مراكز الهاشمي للأعشاب الطبيعية كتستعمل جروعة لمكملات الغذائية ولله الحمد كتتماثل الشفاء وكتشو له بصحة جيدة من بعد ما كتستعمل جروعة المكملات الغذائية التي تنتجها مجموعة مراكز الهاشمي للأعشاب الطبيعية خلال حلقة اليوم إن شاء الله ستكون برفقة السيدة الكريمة فاطمة من مدينة المحمدية السيدة فاطمة اللي عانت من مشكل السحر المأكول هذا المشكل اللي تسبب لها في عديد المشاكل النفسية والعضوية عديد المشاكل على المستوى العلائقي مع الأسرة ديالها أكيد أنها يعانت وقاصات المدة طويلة وبشكل كبير وكبير للغاية فلا شك أن السيدة فاطمة ترقات عديد الأبواب بحثا عن الشفاء ولكن ولله الحمد من بعد ما التاجئات لمجموعة مراكز الهاشمية للأعشاب الطبيعية والساملة الجروعات المكملة الغذائية هي اللحظة بصحة جيدة وأكيد أنها تشافات ولله الحمد والتي بخير وعلى خير فأكيد أنه ستحت معها باش تروينا كيف كان التفاصيل للمعاناة وكيف كان أيضاً طريق التعرف على مجموعة مراكز الهاشمية للأعشاب الطبيعية وكيف كان استعمال الجروعات المكملات الغذائية السلام عليكم أنا الكريمة فاطمة من مدينة محمدية كان عندي مرض المسو السحر كنت كان عاني منه بزاف وما الآن يقب لدكتور هاشمي أنه تبید حس المسو السحر ولا أعلم أنهم لا يوجد مرات المسو صحيح وأنهم لا يزالهم حولاً لا يوجد حسناً لن يجد حسناً ولم يكن أن أماني في جلب الله حتى تحتاجتها وما زالهم هو المسو السحر وما زررتني ولم يكررني أنني أنني سعادة المسو السحر عندي تنمول عندي آلم في الرأس في الرقابة عندي كل شي داتي كنت أخو مول كل شي بار قال سما ما مكن قتش قع النوض أنا مكن شكن قد النوض وكرشي كتنفخ عندي بحل حجرة في كرشي وصافي من التاجة الدكتور الهاشيمي خطلتة الجرعات الجرعة الثالثة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على الشفاء دي آله وكن شكر الدكتور الهاشيمي على هذه النعمة التي أعطاها لنا الصارحة من حالتي أنا رمى كنت أطلبت الله سبحانه وتعالى هو يبيي لي المرضي آلي كنت فرج في التلفازة كتب لي حالة من ضارب إذا كتشكي من نفس الآلم اللي كان نتألم منه أنا يا صافي وأنا التاجة لي والحمد لله من التاجة لي الجرع الأولى زيرتني الثانية شوية الثالثة الحمد لله الثالثة حالة ما بقى في التشي حاجة ولو مهم كم يرجلية يبقوا كيدروني صافي مهم ذاك الفاشل واللي كان نوض واللي كان نشقى واللي كان نوض واللي كان قد ندير التشيح ولا دائما ما بقى يشكي فيهم وكان نحمل الناس كي يجوعدني مثلا نحملهم يجوعدني العائلة ديالي كان نحملهم كي يجوعدني كي يبطع لي من يخرجوا بحاملهم بعملهم كي يجوعدني كي يجوعدني كي يحدث نفسك حين التواصل القضى يمعرف ما هو السبب ي كم سبعهم إذا لم يكن يعرف جدا ما هو المخصصه يعني إذا لم يقفرني تعالي وقد كان نحظت الدكتور الهاشيمي الحمد لله جاء الله الشيفاء والمريض بحال هذا المرضي يتاجه الدكتور الهاشيمي يجيب الله الشيفاء لا يتبع من الجرعة الأولى ولا يتبع يتبع رغى يكون خير ونشكر الدكتور الهاشيمي ونشكره ونشكره الحمد لله ونشكره الدرياز قائل اللي كانوا معاه ونستقبلوا نستقبل زعمها مزيان وشكرا ونستعلم عليكم أنا بدأ أدري من لي الله تزوجت من لي الله تزوجت بدأني ذكش كنحس برأسي كنقول أنا دوست ما خلت كنقول ما عندك والداتك ما فيها تشي حاجة صافية ما عرفت أنا المرض ديالي أشناه ونحن نروا كنقل يا ربي تبيل لغير المرض ديالي أشناه صافي كنتفرج في تلفازتها تبنت لي حالة من الدار بيداني تتايف نفس الحالة ديالي صافي سوّلت عاية للبنات وقالوا لي يجيجات نزمرات أخوية اللي يداتي ليده وأنا ماقدرش نشي ما كنت كنوض قبل ما تشوف الفانيات و تعرفي على المركز كيف تحاول تبنتي كيف تبنتي كم شي كم شي كم شي عند الروقات بشيت عند الروقات لدرجة أنني مشيت عند العرافين وعند شوافات وعند واذاكش ما كين والو بلا نتيجة ما كينش نتيجة بلا نتيجة ماذا يقولون بك؟ عندك توكل عندك توكل مكلة ماذا لك؟ عندما رأى الدكتور هاشمي أنا من شربتها يبدأ يتحرك فيها والنمل والنعاس والأحلام مزعجة كثيرا هذا المرض يكون عندك عضو خيب وما يكون لديك هذا المرض وما يكون عندك الأحلام مزعجة كثيرا تنظيم مريضة بالأحلام هذا هذا تبخري به هذا تبخري به ودون نتيجة تبخري بهذا المدير رقياته وماذا يواله وماذا يتشي حاجة عشرين هذا عشره هذا صافي لدرجة أنني صافي عيتي أستمن حياتي كنقول يا ربي غر الموت ولا حياتي والحمد لله أنا لدي ثلاثة أولادات لم أكن أعرف ما كانوا كائنين أو ما كائنين لم أشعر بي ولم أشعر بالدنيا في عالم خر لم أشعر العالم والحمد لله والحمد لله لم أشعر بك من المشعر لم أشعر بالدنيا في عالم لم يكن جاهد لذلك موجودة لذلك المدير لم يكن وجود كنت أرى أن نجفف شيء ما يبينه ونقلس عندما نقوم بشيء مجهود لا نقوم بشيء مجهود الحمد لله من التاجئنا للدكتور الهاشيم الحمد لله جاء الله الشيفة على يده نشكره في هذه العشوب التي يعطي للناس ويعون بها الكثير من الناس الله يرحمني الوالدين الله يخلي لي الصحيح ونفع الناس أخرين عمد ان قصدوا بشيء المرض لم يكن بكتنا انا للمساق في السحر ونحن نقول لك لا يوجد عليك لا يوجد عليك لا يوجد عليك وليس لا يوجد دماغ كنت أخير مقجوعة لا يوجد عليك فقدت الراحة النفسية فقدان الشاهية ما حال من حاجة عدي ما حال من حاجة لم يكن كثير من الحويج زعمة صعبة لا تريد شيء واحد كنت أقول مثلا نكون بحالة بحالة الناس التي تشافه كنت أقول يا رب نكون عالة بحالة الناس والحمد لله لقد جاء الدكتور هاشيمي أحلم مزعجة ما حلمت بها كتوقع ما حال من حاجة ما حلمت بها كتوقع مثلا مثلا حلمت شي واحد ماسكي هذا الشيء اللي شتو نشوفه حقيقة هذا الشيء اللي شتو ممكن نشوفه حقيقة زعم هؤلاء الدكتور هاشيمي هذا الشيء يبدأ يتحرك فيه يبقى محده يصغر صافت الحمد لله يبقى محده قررت المركز الشرق في الفازة كنت جالسة في حالك صافي صافي الغد عيط للبنات عيط المرتخوية قلت لها قلت لها قلت لها قلت لها قلت لها قلت لها 청كتأ طبع 엄청 يعني بقلل من رأس لا تريد لقد أصدحت لنا، ونسبت الصنف قصام باللايل عندما أmesan في الصنف وعش تتوني، وما لا يريد أن يفعل عليه اخبرت لي cheضي القدمة على لقاءة الخفنة ويسأل الحمد والله على شربتني بالزز وقد أصدقوا مثل الملكاستو في الصنف وقالوا يدرى جعل الله على سبيل الحمد والله على النعمة كل دكتور الهاشيم كان نموسيقى لما كنت أسمع شيئًا أنه سفر وينقود الأخرى قصة من في الليلة النموسية نحس بها تهز و تتحط و كل شيء تنفخ غربه حدا و شوية و شوية بدأ ذاك الآلم بدأت أعراض كتنقص شوف كان مشالية قش عندي شوف السمع ما كنسمع شحال ما هي الأعراض الحمد لله رجعت لي رجعت بدأ كنجمع مع الناس كنضحك ما كنضحك ما كنجمع مع الناس كنشوف شو عاد كيتحك نقول سعدات و كيدحك كنا كتب حاله سعدات و سعدات و؟ قمت بها أربي يغفر لك بيادونه وأنهم رجلوا معصية في معصية والرسالة التي كانت تتاقى الله في ابنها لم يكن تتاقى الله ورجعوا لطريق الله أخي المسلم يقول أخي يقول أزوينا وردنيا فايت لكي لا أعطى الله أنصح الناس يأتي للدكتور الهاشيم الذي عنده حال هذا المرض لا يقول فلوس لا تهموا أي شيء إذا كانت صحة الأمر كانت تتاقى لم تكن أعرف فراسيا وشفق الدنيا ولافين غادة ولم يقول ثلاثة الدكتور الهاشيمي يأتي بالله الشيفة الجرعة الأول والجرعة الثانية لا يأسونه يتبعوا يتبعوا يدروا الضوء بإنتيذها كما أعطوه اليوم يديروا نشكر الدكتور الهاشيمي بزاف على هذا النعمة التي أعطى العبد زعمه يدير خير بزاف يدير خير مع الناس يدير يوقف مع الناس يدير شحل من حاجة زوية نحن متبعين والحمد لله يجعل السيدة ربي يعونه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر